كلمة جوارة ما تتقلش على اي لاعب وفكرة انك تلاقي لاعب داخل القرى بالشكل ده فاكيد لازم تتحرك الاعلى في احتياج لنفس البروفايل والامكانيات الكبيرة دي حلقتنا النهار ده عن اللاعب عادل بولبينا خارج اكاديمية باراتو ونجم الدور الجزائري ومش بس نجم الدور الجزائري ده عدفها كمان بص اللاعب ده بقى له مسلمين عامل طفرة في الدور الجزائري حرفية امكانياته شخصية وتنوع صوبر وجي الوقت اللي يتم ترشيحه للنادي الاهدي فواحد اللي اصل لعنابه اعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة اللاعب اللي قدامك ده اسمه عادل بولبينا موالد 2003 يعني عنده 21 سنة في الوقت الحالي طوله متر 79 سنتي وبيلعب ونجريفت ويمت التسويقية 900 ألف يورو عادل خارج نادي باراتو بدأ في قطعات النشئين وتم تسعيده في موسم 2021 كان وقتها عنده 17 سنة وده اندلع لشي يدول على موهبة كبيرة للعب واعد في الموسم الاول ليه وتواجده مع الفريل الاول شارك في 124 دقيقة فقط قدر يسجل هدف وصنع هدف في الموسم الثاني خط فرصة اكبر وشارك في 25 مباراة بما يعدل 1275 دقيقة يعني تقريبا 14 مباراة فعلية سجل 3 اهداف وصنع 3 في الموسم الثالث لعب نفسه معدل الدقيقة تقريبا في 23 مباراة ولكن رقميا كان اقل كتير لانه سجل هدفين وصنع هدف اصبح لعب عنده خبرات وناضج لانه شارك في عدد مباراة كبير جدا في الدار الجزيري علشان الموسم اللي فات يزر اداء مختلف عن مستوى الرقمي وقدم افضل موسم في تاريخه لانه لعب 28 مباراة بما يعادل 23 مباراة فعلية قدر يسجل 10 اهداف وصنع 6 وكان احد اهداف الدوري يبعيد عن متصدر يسف في بلايلي 4 اهداف فقط والسولة انبقى للموسم الحالي الموسم ده لعب حتى الان 7 مباراة وقدر يساكل 5 اهداف وهو متصدر اهداف الدوري حاليا وبيقدم مستوى فعلا سوبر عادل ينتال التدارج هال في المستوى الفني والمعدل الرقمي والسقم مرتفع في كل موسم عن التاني فالنانة واللعب يتمنى اي فريق بيبحث عن حلول في الاجناحة بتاعته لانه لعب حريف جدا ويقدر يعمل صداع لأي خط دفاع سوبر في الدريبل ومروغ ممتاز وقدر يقدم حلول في التجتلات الدفاعية وكمان لعب مماس في المساحات ولعب في الواحد على واحد فعلا مرعب بالي اضافة انه مسدد هال على المرمى وعنده دقة وكوة ممتازة لعب ينتال في سرعة كبيرة بالكورة من غير الكورة بالي اضافة انه لعب سوبر في لعبة ضربات السابتة وتنفذها بيشكل 80% خطورة على مرمى المنافس ومع مكان المكان ومع مكانة المسافة هو كده كده هيسدد وهيشكل خطر كبير هو يمكن يسجل هدف عالمي زي اللي قدامك ده يعني هتلاقي بيسجل ضربة السابتة من على حدود منطقة الجزاء زي ما انت شايف كده ولو هي بعيدة جدا هتلاقي برضو بيصوب ويشكل خطورة كبيرة وبيقدر يسجل كمان من المسافة بعيدة هو فعلا سوبر في لعبة ضربات السابتة وطبعا زي ما هو عنده اجابيات عنده وسلبيات يمكن السلبيات اللي عنده للاستمرار في حمل الكورة في احيان كتير بيكون عنده اكتر من خيار تمرير ولكنه لعب مش اناني في نفس الوقت هتقولي ازاي يا طفان عوالك ان في مواقب بتحتاج انه يعمل الباص على طول او في تويد معين ولكن هو ما عندهش التويد ده يمكن يكون عوز يقدم حلول اكتر علشان يفضل مساحل المهاجم وفي نفس الوقت المهاجم بيكون عليه ركابة لصيقة بعد كده يعني محتاج يزبط الطايمينج بتاعه في عمل الباص ولكن بالنسبة للباص بتاعه فهو لعب بصير ومش اناني تماما بص انا بشوف ان المواهبة كبيرة فعلا ولعب يمتلك مكاومات عالية جدا ويقدر يوصل للمكانة كبيرة في المستقبل وانا بشوف انه لو انضم للأهلي هو لعب صغار في السن عنده حلول عالية جدا سعره مش كبير واكيد اللعب يتمنى انه ينضم للنادي الأهلي اطبع نادي في الكرة واحنا تعاملتنا مع الانديها الجزائرية فعلا قوية جدا علشان كده بشوف ان الموضوع مش يكون صعب لو النادي الأهلي يتدخل علشان يضم اللعب وانا اتمنى ده الحقيقة لانه هيكون اضافة عظيمة بغض النظر على الرأي اتمنى اشوف رايك في الكومنتات التاح قال اللعب ده لو انضم للنادي الأهلي هيقدر يشكل اضافة ويلعب في حجم البطولات الكبيرة اللي بيشارك فيها النادي الأهلي والي انت شايف ايه استنى الكومنت بتاعك لانه يهمنا جدا واخيرا اتمنى بلوتيه في الحلقة يردت واحد الله لا لا الا الله وتسالع على سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام وامل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وهو عتنسى تعمل لايك وفولو عشان يجيلك اسعار بكل جديد سلام